بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن ولاه هذه هي الجلسة الرابعة والأخيرة بإذن الله تعالى من ندوة تتعلق بمنطقة عربستان أو الأحواز على خلاف بين المشاركين معنا في هذه الندوة في الجلسات السابقة تناولنا البعد التاريخي جذور المشكلة تناولنا قضية الجيوسياسية قضايا المحلية الحالية قضية علاقة إيران بالمحيط بالعرب بالقوميات الأخرى الموجودة ضمن الكيان الإيراني وسمعنا كلاما كثيرا تراوح ما بين من يريد أن يحافظ على علاقة بينية مع إيران ونحل الإشكال ونقضي على المظلمة بطرق حوارية سلمية ربما طوباوية يرى البعض إلى من يرى أنه لا بد لهذا الإقليم أن يعود حرا كما كان في سابق عهده في التاريخ القديم أو التاريخ مع بعض القديم حسب الروايات التي سمعناها أثيرت مجموعة من التساؤلات في الجلسات السابقة ولعل الإخوة الأساتذة يساهمون خلال هذه الجلسة في الإجابة على بعض هذه التساؤلات من هذه التساؤلات ما يتعلق بالخارطة السياسية دور دول الجوار في هذه المشكلة هل لهم دور إيجابي دور سلبي يعول بعضهم على الاستفادة من الأمر الواقع واستمراره أم يرى بعضهم من أن انفصال هذه المنطقة عن إيران ربما يخدم مصالحه ما الذي يجري ما الذي يسمع ما الذي يحصل أيضا فيما يتعلق بالموقف الإيراني سمعنا كلاما من بعض المشاركين يعطي انطباعا بأن إيران لا فرصة للتفاهم معها حول هذه القضية بطرق حوارية وسلمية وفي انطباع كما لو أن إيران شيء واحد لكن السؤال الذي طرح هل هناك تباين في المواقف في داخل الكيان الإيراني أو في داخل المجتمع الإيراني هل هناك أمل في التفاهم وأنا أضيف إلى ذلك قضية أخرى أليست الأمة الإيرانية أمم الأمم الموجودة يعني إذا أردنا أن نحل إشكالا معها وهذا الإشكال سواء تعلق بعربستان أو تعلق بالأقليات الشيعية الموجودة في دول الخليج أو تعلق بالأزمات التي تطرأ من حين إلى آخر بين إيران وبين الدول العربية المواجهة لها على الشق المقابل من الخليج الذي يسمونه فارسي وأن يسميه عربي هل إيران هل حل هذه المشاكل مع إيران لا ينبغي أن يكون راديكاليا يعني أنه يحسن محسما دمويا في نهاية المضاف أم أن هناك بعض ضوء في نهاية هذا النفق المظلم في بعض علاقات إيراني بجوارها ثم موضوع الشعب نفسه الناس في عربستان أو الأهواز أو الأحواز هل هناك تباين في وجهات النظر نحن طبعا شهدنا في الجلسات السابقة بعض تباين ليس في تشخيص الإشكالية أنه في مظلمة وإنما في الكلام عن الحل وفي تفاوت في الكلام عن العلاقة مع إيران هل هناك تفاوت بين الأجيال بين الأهوازيين الجيل السابق الجيل الحديث ما هو الوضع الحالي وما النقاش الذي يدور في داخل إيران إذن هناك أسئلة كثيرة نأمل أن نركز الضوء عليها وخلص التاريخ فهمناه استوعبناه نريد أن نتجاوزه إلى الإجابة على هذه الأسئلة وبقي لدينا من القائمة في اللقاء الماضي أو في الجلسة الماضية الأستاذ طاهر كريم ونبدأ من عندك إذا سماحت لعلك تريد أن تبدأ معنا هذا المشوار مشوار الإجابة على هذه التساؤلات إن شاء الله بكم شكرا لك بكتور على هذه الندوة وشكرا لأخواننا الحضور كلهم طبعاً الحركة الأحوازية أريد أن أعكد فيها أنه لا يوجد لها أي اتصال ويدعم من أي دولة قربية مستحيل ولن تدعم الأحواز في يوم من العياب لأن الدول القربية ليس بحاجة لقوة عربية اختصادية وبشرية يوجود الأحواز في منطقة ستراتيجية في الشواط الشمالية من الخليج العربي ونسبة تقريباً ما يقارب 12 مليون فلا يمكن للقرب أنه يرتضي أنه تكون قوة عربية أضافية موقفنا مع إيران إن ننظر يعني كيف تنظر لنا إيران بالنسبة لك عرب لمن يتكلم أي فارسي معارض أو أي مواطن عادي يتكلمون يقول لك أخواننا الأكراد وأخواننا الأتراك وأخواننا البلوش وأخواننا عرب اللسان كيف يمكن التعامل مع نظام رافض وجودك عربي ناطق العربية يعني عربي ما أعرف أن القبائل العربية يعني ككعب وطي وتميم والقبائل الأخرى أصبحت ناطق بالعربية فهذا شيء الصور مرفوض وفي نقطة ثانية كثير من الأخوان في بعض الأحيان يعني يستخدمون مصطلح الانفصال الانفصال في الساحة الأحوازية مرفوض كلمتها وممكن في بعض الأحيان حتى الشخص لما يتلفظها إذا ما يسب علناً ولكن في القلب يسب ليش؟ لأنه كثير ما تستخدم الحكومة الإيرانية في قمع الحركة الأحوازية بمختلف أطيافها إن كان تحررياً أو كان فيدرالياً أو كان حكم ذاتياً أو في أطار الدستور يحتبره انفصالي وهذه كلمة الانفصال لدينا في الأحواز يعدم عليها الناس إذن أتمنى أنه من الأخوان لا تستخدم هذا المصطلح لأنه يستخدم إيران اتجاهنا الحركة الأحوازية طبعاً بشكل عام مرت في مراحل كثيرة ليس جديدة على الساحة منذ الاحتلال ولا يومنا هذا وكل حركة وكل ثورة تبنت إيدلوجية ضمني عن الناس اللي أسسوا هذه الحركة أو الثورة ظهرت عندنا حركات كثيرة طبعاً بالتاريخ وحركات فعلاً حركات أحوازية أيضاً كثيرة ولديها أهداف وستراتيجيات البعض من يحمل الفكر التحرري والبعض من يحمل الفكر حق تقرير المصير وبعض من يقول لك في النظام الفيدرالي والبعض من يقول لك تطبيق القانون والبعض يقول لك نطالب بالحكم الذاتي وكل العروض إيرانية مرفوضة لا يمكن أن تقبل فيها إيران نهائياً وإلا المواد القانونية اللي موجودة في القانون الإيراني لماذا مجمدة لحد الآن وأتمنى أنه من حركاتنا كشكل عام لما نتمسك بإيدلوجية أو بأي عقيدة وبهدف للوصول لما نرمو إليها في المرحلة الأولى والفرحلة الثانية أتمنى أنه لا يكون عندنا يتعامل إلى عقيدة دعنا نكون لها في طريقة وصول للهدف هذه الكثير بعض الأحيان نحن معلسة في الحركة الأحوازية فيها عدم الانسجام والتنسيق فيما بيننا وهذه أحترف فيها المفروض نوصل إلى حلول على لقى الوسطى عدونا عدو شرس عالم قربي ضدك عالم عربي ملتهي في مأساة أو في مشاكل إذن بقينا منفردين في الساحة مع غانة عدو رافض وجودك نهائياً ونأتي نحن في كثير من الطروحات لم نلتقي في كثير من المشاريع ألا يوجد لكم رابطة أو مؤتمر يجمعكم؟ الواقع وصلت إلى ولكن ما أعرف ليش أتمنى أنه نوصل إلى ندائك الحركة الأحوازية أيضاً بشكل عام ونطرح هذه المشروع أنه ندخل في مباحثات جديدة حتى نوصل مثلاً قضية التسمية المشاهد لما يستمع يقول لك خلاص أنا شو أقول لك السعر ربستاني ولا أحوازي ولا أحوازي شو أقول لك يعطينا الأرض وخليه نسميها فيما بعد لن نتفق على مصطلح واحد نسميها أي بلد أصلاً ما نستخدم هذه التسمية الثلاث نستخدم تسمية جديدة العدو دكتور أنا حبيت بس أشر البعض النقاط فيها الافضهاد وصل إلى مرحلة في الأحواز أنه مياه كاروني أكبر الأنهار الموجودة في البلد لكانت المراكب والزوارق التجارية تصل إلى مقر مدينة الأحواز إلى مركز مدينة الأحواز في هذا الزمن يزرع الخيار والطماطع تحت الجسر في قلب نهر كارون وانجرت المياه إلى محافظات فارسية ثلاثة فاصل نص مليون متر مكعب من كارون انجرى في المناطق الفارسية والمواطن الأحوازي يشكوا من الأمراض وهلأ جاعدة تنتشر حسب التقارير الإيرانية أمراض السرطان من تأثيرات أنه عدم وجود الماء ومن تأثيرات حرب الثمين سنوات وتأثير الحرب الاحتلال العراق فقدان يعني الحالة الصحية يعني الحرب دارت رحاها عندكم دارت في مناطقنا فما زالت ما زالت نشكوا من عدد التصحر كثر عندنا في الأراضي أراضي الزراعية نحن الشعب الأحوازي ما يقارب لـ 60-65% شعب يعني مزارع أو رعاة مواشر انفقد يعني افتقدت التصحر كامل هذه الناس تحولت على شو هذه الخطوات قادت إلى الانحرافات في المجتمع السرقة والأمور كثيرة والمخدرات دكتور خلي أي شخص يعمل أي استفتاء في منطقة واحدة يمكن يخرج أربعة أو خفصة مواد مخدر هلا في الأحوازي هل يأتر الدولة؟ والدولة الإيرانية غير قادرة على محاربة هذه الأمور لكن موجودة سياستها السياست عندها تهجير المواطنين في سنة 2005 خرجت مذكرة الطحية زمان الخاتمي تهجير الطبقة المثقفة من المناطق وجلب البديل الفارسي عنه أساتي صورت رحها ويعني أمور كثير من الأمور شافوها كل الأماكن التاريخية التي تدل على حكومة شيخ خزعى وقصورة تحولت إلى مرافق سياحية ومواقف سيارات هذه كوارث جاعدة مفيدة أراضي زراعية أخذت بقوة السلاح من أصحابها والذين رفضوا علقوا في المشال ممكن الآن تخلص لتصورك أو تصور حركتكم للمخرج للحل إيران يعني قلت لك لو دخلنا في كل الأفكار ودخلنا فيها أي طرق لطالما نظام مشكلتنا مع النظام وليس مع الشعب هل نكون بها يواضحين الشعب الإيراني الشعب نعتبره مضطهد كما نحن مضطهدين ولكن في درجات الانضطهد أقل درجة من عندنا وأقل من درجة من القوميات الأخرى ولكن أذكر أكثر اضطهادا هي على القومية العربية لأنه غير محترف فيها قومية عربية والدليل عليها لما سموا كلمة عربستان قيروها إلى خوزستان واستبقوا على كردستان وأذربيجان وبلوشستان وخراسان والمناطق الأخرى لماذا تغير عربستان التي تسمت بالتسمية الفارسية فما أراه لو جئنا بكل المناشدات لو الداخل كل العالم ما ممكن لإيران أنه تحترف فينا مستحيل ولكن الحل يبقى أنه الشعب الأحوازي يختار الطريق أمامك عدو لا يحترف فيك ولا يعطيك الحقوق ولا يعطيك الحقوق مهما كنت إذن الحل واضح ما لم تأخذ حقك بيدك لن يعطي حقك شكرا شكرا جزيلا ممكن بس في عندي قائمة بالأسماء أحجي لك خلاص سيد الدكتور موسى الآن عندي مجموعة من الأسماء لكن أنا اللي أرجوه من الإخوة حتى نستطيع أن نأخذ الجميع خلال ما تبقى من وقت ما يزيد الكلام عن ثلاث دقائق لو سمحته ممكن نبدأ من عند الأخ محمود تفضل ثلاث دقائق لو سمحت بالمايكروفون وين المايكروفون أصار شكرا دكتور طبعا أنا بس أشر نقطة سريعة أشر عليها تفضل بها الأستاذ يوسف العزيز الذي قال أن الشيخ خزعل كان يعتبر نفسه إيراني ولم يكن مستغلا أنا أصور هذا تجني على الغضية الأحوازية من واحد أحوازي يتكلم هذا الكلام وأعبر من هذه النقطة أجي النقاط أخرى وأشير للأستاذ يوسف العزيزي أنه غنصليات اثنين كانوا بالأحواز واحدة بالمحمرة واحدة في مدينة الأحواز للبريطانيين وهناك أوسمة لشيخ خزعل من الواتيكان من ملكة بريطانيا ومن ملوك دول أخرى غدمت لشيخ خزعل في قصرة وكانت المدفعية العسكرية للقوات البريطانية عندما تمر من شط العرب ترمي واحد وعشرين طلقة احتراماً لعبورها أمام قصر الشيخ خزعل أميرة المحمرة إذا الشيخ خزعل كان أمير وباحتراف دولي بهذه اللي قلت هنا يبقى النقطة اللي ريدة شر عليها الحلول اللي اخوان شاركونا واحنا نشكرهم جميعاً بما فيهم الأخوة اللي تركوا المكان دكتور كمان مثلاً طرحوا أربع توصيات الواقع لأربع توصيات يمكن إلخصهم بأقل من أربع التوصية الأولى أنه يرسل وفد عربي إسلامي وأنا لا أتصور هذا عملي نهائياً لأن أنا زرة المغرب زرة أحد الأحزاب المغرب أكبر أحزاب المغرب الواقع الإسلامية زرت وأنا أجلس مع النائب الأمين العام والأمين العام كان في إيران هناك وكان يستغرب نائب الأمين العام عن الفواجع اللي أنا كنت أسولف لعنها اللي كانت تتم تجاه العرب وتجاه الشيعة في إيران هذا لكن مع ذلك إحنا لا نغلق الأبواب أي واحد أي عربي أي مسلم أي إنسان ناشط أي حقوق إنسان تتحرك باتجاه إيران لتلغط على إيران لتجبر إيران أن تقوم تعترف ببعض الحقوق اللي حوازين نحيي بها لكن هذا لا يعني أن نوقف نظالنا نظالنا مستبر حتى الحصول على كامل حقوقنا لكن ما نرفض أي جزء من الحقوق إذا حصلنا عليه حتى مادة 15-19 الإيرانية اللي دستور الجمهورية الإسلامية جاء بحقوق ثغافية للمناطق مجتمع الشعوب حتى هذا إحنا ما نرفضها كنش إني نحصله ربح ونعتبره هذا مكسب شعره من جلد الضبع يبغى يبغى إحنا رأينا رأينا هو الواغع رأي الشعب الأحوازي اللي كلهم الإخوان يعترفون بهذا الغرار الشعبي رأينا رأي شعبنا وشعبنا الآن طرح نفسه وشعبنا هو اللي أجبرنا على التحرير أنا شخصا دكتور أنا عملت مع هذا النظام عملت قبل الثورة وأنا كنت أعمل مع جماعة قامني خميني والتغينا عشر مرات بأيام الذبح والمجازر بزمن الشاه والحكم العسكري التغينا بهم وبعبادان والتوفقنا معهم أنا أربع وزراء بازلقاب كنت ملتغي بهم قبل الثورة عندما كانوا مناظلين وقعدنا ويرف سنجاني في عبادان أيضا في بيت وهذا كله قبل الثورة لكن لما انصارت الثورة أول شعب قمع في إيران هو الشعب الأحوازي اللي غتل منه مئات من الأحوازيين في شوارع ندينة محمرة لماذا؟ فقط لسبب تأسيس مركز ثقافي واحد فقط هذا هو فإحنا ما عدنا مشكلة في الحصول على أي جزء من الحقوق وأي جهة تحرك لكن شعبنا الآن هو اللي أجبر الجميع على التحرير هو اللي أجبر التنظيمات على التحرير وهذا مطلب شعبي وهذا ما يريده شعبنا والعلم الأحوازي أصبح مرسوب الآن بكل مكان شكرا وذلك ربما من صالح قضيتكم ومن صالح شعبكم أن توجدوا لأنفسكم إطارا يجمعكم حتى يعني تكون شارعا طيب الآن الأستاذ محمود بشاري لو سمعت شكرا على كل ما سمعت من الأساتذة الكرام وهذا دليل بأن هناك شخصيات مهمة اللي نبني آمال على هؤلاء الوجوه الطيبة نتناقش هذه القضية الإنسانية غير مرتبطة بالأحواز فقط لكون هذا جزء لا يتجزأ من هذا الكون كله بشكل عام ونحن كأحوازيين لدينا إيمان بأن القضايا لا تجزأ الاحتلال هو واحتلال كان فارسيا أو عربيا إلى آخر إذا كان أخ احتل بيتي يجب أن ندافع عن نفسي بالإضافة لهذا لك نحن أحوازيين منفتحين بشكل وعقلانيين ومؤمنين بوجود الإنسان ولا نقص الآخر ودليل تجربة عندما أطيح بالشاه حافظنا على المنطقة بشكل دقيق ووقفنا مع الجمهورة الإسلامية لمدة ستة شهر حتى زجاجة محل ما انكسرت بالوقت اللي المحمرة وعبادين والمواد الأخرى كانت مملوئة من المواد الثمينة بمعنى كان لدينا إيمان من خلال الشعارات اللي طرحوها بأننا نحن مؤمنين بتحرية القدس وكان حديث معنا مثل ما تفضل الأخ محمود تحدثنا مع سقيرهم وكبيرهم بأن أخوان تفضل لما رفعوا شعار بأن الذهاب إلى القدس عن طريق كربلة شخصياً أفتكر عمري ساعدني بذيك الفترة وعندي عمل طويل أكثر من 45 سنة قلناهم كيف نذهب إلى القدس إذا ما كان متفاهمين مع الدول العربية خلي نحل المشاكل الداخلية أكو مشاكل داخلية حتى نذهب مع بعض هذه نقطة النقطة الثانية شكله مكتب لمنظمة تحريف فلسطين وقالهم يعني خلي تطوعوا الأحوازية أي وحي يتطوع من شافة هناك أكو طوابير أحوازية مؤمنين لتحرير فلسطين سكروا هذا المكتب بالأحواز وعبادان والمكتب فقط في طهران وقلوا راح واحد يعني من هذه المنطقة ما يعتبرونه ثانية الحلول للأساتذ الكرام أنا شخصياً جربتها مع الجميع مع المعارضة الإيرانية ولأول مرة حطرها عندي لقاءة مع علي أميني في وقتها في باريس مع دكتور كاظم رجوي مع سبهبود عويسي مع فلان بمعنى تعالوا أنتم بالأمس كنتوا حكام واليوم صرتوا معارضين تعالوا وروني البرنامج السياسي مالكم للمستقبل جماعة الشهة وغير جماعة الشهة إذا عندكم رؤية بأن تعترفون بالشعوب الغير فارسية اللي هم حقوق وهم من حقهم يعني يقررون مصيرهم فقالوا نحن إيرانيين مع بعض يعني تدخلوا بالانتخابات أثناء الحرب العراقية الإيرانية عدنا عدد كبير من الأخوة الأحوازيين المتضررين أو النازحين إلى الجانب العراق عند وقفة لاغ النار بالثمانية وثمانين شكلنا وفد برئاسة مدير المكتب للأمم المتحدة أن يذهب إلى السفارة الإيرانية من فرحة السفارة الإيرانية في بغداد حتى المواطنين الأبرياء يعودون إلى أراضيهم وإلى أهلهم رفضوا حتى يتحدثون مع المدير المكتب اللي هو يرأس المنظمة الأمم المتحدة بالإضافة لذلك كان عندي حديث مع عدد كبير من الأساتذ الكبار إحنا مؤمنين بأن هناك قضية عربية اسمه فلسطين ماشيين بهذا الطريق ولكن هلأ بالنسبة أنا أترك بيتي ومحتل خلي هذا الإنسان يدعي مسلم ورافع الشعار الإسلامي خلينا نتفق مع المسلمين جميعا ولا نتدخل في الشوء داخل الدول العربية لتحرير فلسطين ولكن مع السف الشديد نشوف المجازر اللي صارت بالأحواز أعتقد يندالها جيبية الحرية فيه إحصائيات عن الإحصائيات إذا إحنا تعرف هم بالنسبة كل شي يخلوه تحت الكواليس غير ممكن يوم الأيام كلمة مجازر كلمة كبيرة يعني معناته في المجزرة مجزرة فقط اللي إحنا تمكننا أن نوثقها هي يوم الأربعاء الأسود والشيخ والإخوان كانوا موجودين والسبب الرئيسي فقط فتحنا مراكز ثقافية لفقط نفح عن نفسنا ونتحدث باللغة العربية كانوا الشباب يقرون قصايد محمود درويش وأناشيد فيروز الآخري في ليلة واحدة أكثر من خمسمائة بريء من الأحوازين بين النساء والشيوخ وكبار والآخري والعدامات صارت بالجملة في مجزرة واحدة أصدرت جاوزت بالمئات فالمجازر في الأحواز مجازر فعلا يوميا طيب أنت الآن ممكن تقدم لي رؤيتك إيش المخرج إيش الحل المخرج نحن نطالب لدينا حقوق مشروعة ومعترف بها عالميا في الدول الأوروبية الإنسان من يوصل يعني عمره 18 سنة أن يكون شهادته مقبولة ومن حقه يتحرر إحنا وصلنا إلى سن الرشد اللي هو 85 سنة تحت الوصاية الفارسية فيجب علينا أن نتحرر يعني لابد من التحرير لكون هذا مطلب شعبي بالإضافة لذلك يا سيد الفاضل لدي وثائق وهذا أعتقد أن نستفتاء شعبي كما يذكرون ساتذة الكرام بالأربعينيات من كانوا رؤساء العشائر واللي هم أجداد الإخوان جميعا مذكرات اللي رافعيها إلى الدول العربية ثم للجامعة العربية إلى آخر يعني يستقيثون من الإضطهاد الفارسي ومن القمع الفارسي ومن السلب يعني تخدموا كل الوسائل من أجل تذويب الإنسان العربي الأحوازي حتى يصبح استنساخ وشكرا للجميع شكرا جزيلا أنا حابب برضو الإخوة إذا بواحد فيكو أو أكثر بحبوا يتكلموا كمان عن العلاقة مع العراق قديما وحديثا يعني هل هناك من يرى بأن هذه المنطقة عراقية مثلا أو يمكن أن تنضم إلى العراق بمقابل الاستقلال والتحرير أنها جزء من العراق أنها جزء من العراق أو مش عارف مع أنه كل الكلام اللي قيل أنه هي أصلا هذه كانت كيانا قائما بذاته طيب الآن أستاذ يوسف عزيزي أنا أول شي لازم أشير إلى أن كل الكتب والوثاغ التاريخية حول المرحوم شيخ خزعل تثبت أن الشيخ خزعل لم يكن مستغلا بالكامل عن إيران بل كان يحتفظ بحكم ذاتي واسع واسع الصلاحيات كما ذكرت كما هو الآن في العراق بالضبط للأكراد هذه وحدة وثانيا أن ما أعرفش الأخ محمود يذكر أنه شعبنا أجبرنا على التحرير فأي شعب هذا اللي أنا كنت قبل سنة ونص عنده ولم يجبر نحن هذا غناعتك أخي لا تسنتها إلى الشعب العربي الأهوازي كله في لحظة 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 أنا زادة أتحدث لا تقطع حد شيء فالشعب العربي في تيارات مختلفة الشعب العربي الأهوازي لكن ليس كل الشعب العربي الأهوازي يطالب التحرير ف لهذا أنا أقول أن أننا لازم نطرح حلول واغعية ملموسة موضوعية تاخذ بعين الاحتبار التوازن السياسي في الإيران وفي المنطقة وفي العالم كله ولا نطرح الطباويات التي يعني تضر بقضيتنا ما الذي تطرحه أنت ما هو نحن أنا برأي أنا برأي المشروع الممكن غابل التحقق بما أنه هناك أيضا شعوب غير فارسية أخرى مضطهدة كنحن العرب وهي الآن بدأت تصحى وتوعي بحقوقها فهذه الشعوب هي أكبر سند لنا في الوصول إلى حقوقنا المشروعة وهي أنا أنا برأي هي تشكيل فدرالية حكم فدرالي في إيران لأننا كما ذكرت العديد من الأخوة ذكروا أن تفتيت إيران سيخدم المشروع الإمبريالي فنحن نقول أن المشروع الملموس واللي يخدم الغضية الفلسطينية ويخدم الشعوب الإيرانية ويخدم كل طموحات الشعوب العربية هو الحل الفدرالي هو الحل الممكن لأنه سياسة هي علم الممكنات ولا يمكن نحن نطرح غضايا خيالية طوباوية الآن شعبنا يرزح يعني يعني من الاضطهاد العنصري ليس مظلمة هناك تعريف علمي اضطهاد قومي اضطهاد قومي واضطهاد عنصري يتعرض له شعبنا العربي في الأهواز لكن هل هناك في إيران في المنظومة الفارسية من يمكن أن يوافق على طرح الفدرالية المنظومة الفارسية كما نغشنا قبل غليل هي ليست مطلق شر مطلق في إيران ليس شر مطلق كما ذكر أحد الأخوة الشعب الفارسي هو أيضا مضطهد لكن اضطهادنا قومي يعني اضطهاد مزدوج نعاني اضطهاد مزدوج نحن والأكراد والترك والبلوش والتركمان فلهذا أول سند لنا في إيران هم الشعوب غير الفارسية كحلفاء لنا من أجل من أجل إرساء الديمقراطية نحن نؤكد على الديمقراطية نحن لا نريد أن يكون عندنا غطرا مستغلا ويحكمنا ديكتاتور الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان لحظة أخي لا تقطع كلامي لا تقطع لا تقطع كلامي هناك رئيس موجود لا تقطع كلام رجان ترتب طيب خلاصة هناك حلول موجودة وهي اللي نحن نعتقد بها وهي يعني واقعية وموضوعية هي غضية الفدرالية والمطالبة بالفدرالية وأما عن الغضايا الأخرى الذي يعني نحن الآن نعاني في إيران غضية وجود وعدم وجود أن نكون أو لا نكون عرب الآن التفريس عملية التفريس يعني تنخر في جسم جسدنا العربي فالشعارات الطباوية لا تقدمنا الآن لازم نتحرك على الصعيد الثغافي وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي نحن محرومون أنا عدي إحصائيات مع الأسف لم يكن الوقت الكافي لأتكلم حولها فأنا أخترح أن هذه الجلسات الأربعة ونشكر الغائمين بهذه البرنامج لم تكفي لغضية كبيرة كالغضية الأهوازية أنا أخترح أن تكون جلسات كل جلسة تخصص لموضوع معين الشأن التاريخي يكون في اجتماع في ندوة واحدة الشأن الاضطهاد القومي أو العنصري في ندوة واحدة الشأن الاضطهاد الاقتصادي واللغوي في جلسة واحدة فلهذا مع هذا نحن نلوم ونعاتب الإعلام العربي وأنه يخفر الغضية الأهوازية ولا يعمل أي ندوات ولا أي برامج حول هذه الغضية الهامة فلهذا نرجو من الإعلام العربي أن يأخذ مثلا من قناة الحوار ل يعني تدوين أو إعداد برامج حول الغضية الأهوازية طيب شكرا جزيلا إذا كان أنهيت أظن عشان نعطي فرصة للآخرين الأستاذ محمد عبد الحكم كنت عاوز تتحكي حاجة تفضل حقيقة أتصور أن أهمية هذه القلسة الأخيرة فعلا في وضع مفاتيح أو طريق إلى وضع مفاتيح للحلول وأعتقد الحوار سائر في هذا الجانب أنا ببص للمنطقة حاليا في إطار ربما في إطارها الإقليمي نجدها موزعة على عدة مراكز وعلى عدة مشروعات نجد المشروع التركي مطروح وموجود المشروع الإيراني مطروح وموجود المشروع الإسرائيلي مطروح وموجود ولكن المشكلة هي في قياب المشروع العربي ولو المشروع العربي قائم كان بقى جزء منه المشروع وهنا ده الوضع الأحواز في مرمى نيران يعني حاليا في مرمى نيران هذه المشروعات المجتمع إذا كانت الأحواز بهذا الشكل وفي مرمى الميران لابد من البحث أيضا عن وسيلة ومثل هذه الأمور بهذا التعقيد لابد أن نحن نشوف وسيلة لهذا الحل بأتصور أن الوسيلة لهذا الحل إنهم وده اقتداءا بقى بالفلسطينيين والتجربة الفلسطينية رغم ما وصلت إليه أيضا من مشاكل الاقتداء بالقاعدة الفلسطينية أن يكون هناك مشروع أحوازي هذا المشروع الأحوازي يشوف من يستطيع ويعبع من أجله من يستطيع أن فعلا ينجز هذا المشروع إذا الأول نضع شيء محدد بحيث أن يكون كما هناك مشروع فلسطيني وكان في السابق ضمن مشروع عربي لكن على الأقل عندما انتهى المشروع العربي أصبح المشروع الفلسطيني قائم ومستمر يبقى لابد نرى الأمور بهذا الشكل بحيث أن يكون هناك مشروع أحوازي وفي نفس الوقت تتم التعبئة لهذا المشروع ما هو أساس هذا المشروع ده المهم أساس هذا المشروع أن يرى تعويض الغياب العربي ده الأول أساس يشعر أنه فعلا بيحط بداء الحقيقية إذا كان هناك الغياب العربي يبقى لابد نشوف بديل الغياب العربي بديل الغياب العربي الآن وكثير من الإخوة ترحوله لكن ربما يكون مرة عابرا اللي هو المنظمات والقوى الأهلية العربية ده الأول وعندنا منظمات قائمة على فكرة لا يجب أن نتجهلها على الإطلاق سواء منظمات اللي هي في تحت إطار الأحزاب العربية بشكلها العام سواء منظمة المؤتمر القوم الإسلامي سواء المنظمات العديدة الموجودة من شرق المنطقة إلى غربها حيث أن يبقوا شركاء في وضع هذا المشروع وفي نفس الوقت يشاركون في التعبئة من أجل الجانب الآخر اللي أنا بتصوره أن هذه المنظمات الأهلية تحتاج أن الشيء فعلا يكون محدد هل هو حيكون والأسئلة بقى يرد عليها هل هو مشروع تحرير ده سؤال يحسن هل هو مشروع حل في إطار الدولة الوطنية أو المشروع الإيراني ده يحدد بشكل أساس هل هو مشروع آخر في إبداع جديد مختلف نتيجة هذه الملابسات ونتيجة هذه التعقيدات هي دي هذه أسئلة كثيرة لابد ولابد من وضع الطريق على أو خطوة على هذا الطريق ولا يمكن أن تبدأ إلا بهذا المشروع الأحوازي ومن خلال هذا المشروع الأحوازي ممكن نتحدث بلغة أخرى قادمة يكون هذا قائم ونتحدث عنه ونصل فيه إلى ما يمكن أن نسميه مش لازم وحدة فكرة على الأقل لوحدة الأساسيات أو وحدة الثوابت عندما نصل إلى انطلاق من وحدة الثوابت أنا أتصور كثير من التفصيلات ستحل وشكرا جزيلا شكرا جزيلا الأستاذ حامد كناني تحية مرة ثانية بالنسبة للحلول للحل اللي اتطرق إلى الأستاذ يوسف عزيزي أنا أوائدة لأن لا يمكن الآن نتبنى عملية التحرير وأحنا نفتقر للدعم القومي وأمامنا عدو أو حكومة أو نظام مستبد لا يرحم حتى لطالب بتنفيذ المواد اللي في الدستور الإيراني وهو مجمدهن فالطرح أعتقد الآن ليس لدينا مقاومات ونرجع للدول الإقليمية أيضا لن تدعم ولم تدعم هذا الطرح لحد الآن ولن تدعم بالمستقبل لأن هي الدول نفسها لديها نفس المشاكل ولا تريد أن تتسبب في موجة من التجزيئة والانهيارات داخل الدول الموجودة الدول الأخرى الغربية بالذات وأنا كنت في أبريل نيسان بمعية الأستاذ عدنان سلمان وباقي الأخوة في اليوم الأول والثاني من أبريل 2009 في البرلمان للتحاد الأوروبي في بروكسل وكان الموضوع دعانا للتحاد الأوروبي حول إيجاد حلول للقضية الإيرانية دعا ممثلي الشعوب أو جهات تنوب عن الشعوب أو تابعة للشعوب الموجودة داخل الخارطة الإيرانية وتكلموا هناك أشخاص مندوبين لأمم المتحدة وقالوا على أن حتى موضوع تقرير المصير لا تفسرون على أن أنتم بإمكانكم الانفصال الآن أمم المتحدة تفسر تقرير المصير داخل الخارطة الدولة التي يردون هم يشيرون إلها موضوع ثاني موضوع الاستفتاء أنا لا أويد هذا الاستفتاء لأن طالما ليس لدينا حتى سلطة على حارة من حارات بلدنا وأقليمنا كيف ندعي الأمم المتحدة للدخول للإقليم وإحنا قائبين ومقيبين عن الساحة وتعمل استفتاء طيب النظام يرحب بهذه الخطوة يروح يجيب مليون عراقي من جيراننا اللي الشاب هنا هنا مثلنا ويدفعهم كل واحد مية دولار ويلبسهم ويعطيهم جناسي مثلا لا لا اعتذر مثلا 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 عفوا عفوا اعتذر أنا لا ما أقصد بالجانب اللي فكرت به لا أنا ما أقصد عفوا فيجيب ناس من بره يلبسهم الملابس ويعطيهم الجنسيات وصوتوا صالح البقاء لإيران وبعدها احنا تنسحب الحجة من عندنا وينتهي الموضوع ما بيطلع صوتك إلا بالميكروفون بس خليه كمل خليه كمل خليه كمل موضوع الاستفتاء أنا أشوف يعني غير مناسب وغير ملائم احنا بالأول يعني كما تفضل السيد يوسف عزيزي الآن نعمل مع الشعوب داخل خارطة الإيرانية وهناك مؤتمر لشعوب إيران الفدرالية مكون من 16 تنظيم ومثل تنظيم حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب كوملة من أكبر تنظيمات الأخوة الأكراد والأتراك موجودين والبلوش وكل التنظيمات موجودة هناك 16 تنظيم وهذه التنظيمات كلها تعمل من أجل تغيير النظام ولا تطلب الفدرالية من النظام القائم والحالي لأن هذا النظام أثبت وأنه غير قادر لإعطاء أي حقوق وحتى الحقوق التي نص عليهم بدستورة لذلك أنا أعتقد هذا الحل فدرلت إيران ومن ثم لفترة معينة ومن ثم استفتاء من أجل البقاء في الخارطة الإيرانية معا أو الانفصال وشكرا شكرا جزيلا بس هنكمل القائمة لأنه بعدين نرجع إن شاء الله هو هو كلامه صحيح على فكرة لأنه إذا ما عندك السلطة على المكان كيف تعمل الاستفتاء موضوع الساحرة الغربية هم اخترحوا أن الاستفتاء يأخذ القوائم اللي كانت لما كانت الساحرة الغربية في وقت بإسبانيا يعني يأخذ القوائم القديمة السكان الأصليين اللي كانوا موجودين في الأحواز ما يأخذ لأنه تشكيل السكان سكانية تغيرت يا جماعة يا جماعة هذا ما بفيدك خلينا هو طرح رأيه فخلينا بس نكمل رأيه وبعدين نرجع الآن أحمد الأهوازي تحياتي مرة ثانية دكتور عزام أنا في الواقع ما رح أوسع اللقاش بس عندي قصة يستفسر منها المفسر في عام ألف وسبعمية ألف وخمسمية ألف وتسعمية وخمسسبعين هناك صار حرب بين بريطانيا والأرجنتين على جزائر مالبيناسي سمو تسعة وسبعين على أي حال ما اختلفنا نطلع ثمانينات هذه صارت صارت الحرب وبالحرب انكسرت الأرجنتين فسلمت الأرجنتين وحلت المشكلة بعدين اجا واحد صحفي سوى لقاء مع كنعان منعم اللي رئيس جمهور الأرجنتين بذلك الزمان بيالي سوى لقاء معه فقال انت تدري بقدراتك الحربية انه لا تقايس مع البحرية الانجليزية لماذا دخلت هذه الحرب فقال لازرع هذه الحرب في اذهان الارجنتينيين ان هذه جزر جزر ارجنتينية ومهما طال الزمن هاي وحد النقطة الثانية اللي ريد اطرق عليها انه احنا اتخذنا من الاحواز اسما للاحواز حتى يثير به الحرارة حتى يقوم يجوش ويدعي بالمناسبة الاحوازيين لم يلبسون الكوفية الحمراء بس هسا لما تعاين على الشارع الاحوازي يلبس الكوفية الحمراء الاحوازي يلبس كوفية بقعة يعني اسود وبيض شبشها بس من 2004 لليوم بدأ الاحوازي الشاب الاحوازي يلبس الكوفية الحمراء اناذا على القومية الايرانية وبدأ يظاهر بها ويحط العقال الاحوازيين لا يحطون العقال على روسهم قاموا يحطون العقال على روسهم يردون اخي ما اقان طيب ايش اللي بتقصد قلنا الاقصد 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 ان لما لما احنا نبتدي بحركة نحتاج ان زي زي خاص اسم خاص نلتمي ورا الاحواز نقدر نلتمي ورا كل احنا اللباس الشاب الحمراء نقدر نلتمي مع كل احنا هذا هو الحل لي يحرر الاحواز ويطيح الريته غير ذات بمفاوضات واستفتاءات ممكن يعطى النتيجة بمدى طويل بس ما يسرع العملية الا انه شعب يثور بكلمة الاحواز وبكفية الحامرة والسلام عليكم طيب خير شكرا جزيلا الان الشيخ الخاقاني فضل الماكروفون لا سمحت بسم الله الرحمن الرحيم توضيحا وتعليقا لكلام بعض الاخوان المتقدم حينما قلت ان الوالد اخبر السيد الحميني على انه بمجرد ان يرجع الى البلاد ينتظر ثلاثة ايام ثم يعلن براءته من الجمهورية ومن رجاله فلعل الاختصور ان الوالد يريد ان يرجع ليعلن ثورة وحربا ضد الجمهورية كلام سابق وما حدث الثورة في يوم وليلة الثورة كانت مفاهمات جلسات بين المرحوم الوالد والسيد الخميني قبل ان يبعد السيد الخميني الى العراق او الى تركيا ثم الى العراق واستمرت اللقاءات بينه وبين السيد الخميني في النجف الاشرف سنين وكانت اتفاقيات على كثير من الامور التي كان قد اقرها السيد الخميني فلما حدث الثورة ووجد الوالد ما وجد من الاعمال من ضياع الحقوق ومن الاعدامات ومن 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 التي لست بصدد بيانها الان اعترض قبل ان يطلب منه الذهاب الى قوم فلما اعترض في ضمن خمسة اشهر او اكثر وبين ذلك على صعيد اعلامي عام طلب منه مراجع قوم ومن جملتهم السيد الخميني شيخنا لا تقل انك تخرج من ايران معترضا على ما يجري فيها باسم الاسلام والتشيع وتعلن الى العالم على ان ما يجري في ايران لا ربط له باسلام ولا تشيع نريد منك طالبين راجين ان تأتي الى قوم لنجلس للمفاهمة فلما ذهب بعد هذا الكلام كله ولما قال للسيد الخميني السيد اقر بكل ما قال وانا من جملة الشهود الذين كنت في الجلس الى اخرها فلما قال له الوالد ان الامر كذا ونريد ان تحسم الامور وان لا يعود مرة ثانية الظلم والاضطهاد تحت عباءة دينية ووجد الامر لم يطبق على ارض الواقع اعلن ذلك هذا اولا فاذا ما كان الامر بما تصوره الاخ الذي هو ترك الجلسة الاخ لا هو الاخ دكتور حماء القصد ان الثلاثة ايام ما كانت كافية لا ليست الثلاثة ايام هذه اولا توضيح هو هكذا فهم وانا لست منتقدا لكن موضحا موضحا انصافا استاذ كنال هو الحقيقة من بداية المؤتمر اشعرني بانه مضطر للمغادرة مبكرا يعني انا لست منتقدا عشا لله لكن اردت ان اوضح المسألة ثانيا المرحوم الوالد خاطب السيد الخميني قائلا سيدنا ان العدل قد يجعل العدو صديقا وان الظلم قد يصنع من ابنك السيد احمد عدوا فلا تعطي المبررات للدخول الاجنبي ولا تعطي الاسباب والمبررات لامور اخرى لست بصدد بيانها في هذا المجلس قد تكون سببا لكثير من التدخلات وسببا لكثير من المبررات فسيدنا فلتكون العدالة للجميع لا للفرس فقط تحفظ ايران ولا تعطي مستمسكا هذا هو الكلام الذي جرى حتى وصل الوالد الى مرحلة اليأس حينما اعلن مثل هذا الاعلان واخيرا اقول نحن في زمن وفي حالة عصيبة نعيش الواحد منا لا يتمكن ان يسمي ابنه او بنته بما يريد في المنطقة فلا اظن ان الجلسة ينبغي ان تكون حواء نزاعا على الحاء او الهاء او عربستان او ما شكل هذه الامور علينا ان نكون واقعيين ونبتعد عن مثل هذه الجدالات وهذه النزاعات التي لا تخدم المنطقة ابدا ونودع الامر الى لجان في المستقبل ان شاء الامر احتاج الامر الى ذلك لتعين ما هو الاسم لهذه المنطقة والشعب هو الذي يقرر والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا الدكتور موسى فيه مايكروفون انتك اسمه هو ايش الاسم اسمه احجي لك ان شاء الله بالحقيقة هو غياب استراتيجية عربية رسمية او حتى شعبية لاننا نجد نشوف قوة ثورة العربية مقسمة بين ما هو ديني وقومي ويساري وعلماني وبالتالي الصراع داخل المدينة الواحدة والقطر الواحد والبيت العربي الواحد فذلك هذا انعكس بالحقيقة على القوة الاحوازية التي نجدها الان 12 تنظيم مش عارفة مختلفة اللي افتهمت أنا منهم انه خلافات مغلبها الشائرية واغلبها هذا من فلا منطقة وهذا من فلا منطقة مش قادرين نوصلون الى موقف محدد من ايران طبعا الغياب الاستراتيجية العربية انه بالعرب بيمكنهم ان بدل ما ايران تدخل بشؤول العربية ان استخدموا القضية الاحوازية على اقل للضغط على ايران لإيقاف تدخلاتها في المنطقة العربية وضعين بين هذا وهذا في مسألة انا عشت ثورة فلسطينية من بداية نشوها وافتخر بهذا الشيء كنا نادين وتحريف فلسطين من البحر الى النهر والاسف لحد الان احنا ما حررنا ولا حتى رام الله ولا حتى القدس ولا حتى غزة وصارت فلسطين مهددة بان تكون فلسطينيين انا اعتقد واحترم وشت نظر الاخ عزيز اليوم المرأس لما تشو وشت نظر ناضج يعني قد خلن نبدأ مع الايرانيين بالضغط على اكيد الهوية العربية اولا والتأكيد الحقوق العربية ثم ممكن ان نطالب بالتحرير كخطوة تالية لانه مع غياب الوعي العربي ومع غياب قوى الثورة العربية انا اعتقد الحوازيين راح يضلون بس يناضلون من خلال من خلال الذاعات والتلفزيونات خاصة وانهم يعفون الكل مقطوعين كانوا على الداخل لم يعمل احدا منهم على الداخل بس ثناء الجبهة العربية تحرير الاحواز في مرحلة ما قبل احتلال العراق كان لها دور ووجود بالداخل اما الان حتى هموها قدام هم يعرفون لا وجودة لهم بالداخل والكل يناضل من خلال التلفزيونات فقط انا اعرف اعرف كل ازيان انا اعرف كل ازيان اكثر منك محمود اعرف طيب الوقت الوقت على كل حال ولا تدخل محمود مدير هنا لا تدخل انت عيب عليك تدخل مدير هذي انا دي احتر اخدش عن تدخل التدافع عنها يا اخ محمود ليس هنا لغا الجبهة العربية للتحرير الاحواز ما كان لها وجود في الاحواز ولا حد الان وانت بس ناظر من خلال الذاعات في لندن فقط ليس لك خمسة مفربة يا جماعة على كل حال كم بقينا وقت ما بقي الا خمس دقائق رجاء اذا ممكن بس بسرعة نبدأ من عند السيد عدنان دقيقتين اذا ممكن عشان نعطيهم فرصة انتهى الوقت باخي خمس دقائق بسرعة بسرعة اتفضل اولا اشكر جميع الاخوة المشاركين واللي الداخل تقرب المايكروفون الواقع ما تفضلوا بي بعض الاخوة وخاصة الاخوة الاسلاميين بحيث طرحوا اشياء خطيرة جدا على قضيتنا وعلى مستقبل شعبنا القضية ما هي بهالسهولة هذي انه حقوق ضايع زين ونطلب من الجمهورية الاسلامية انه تعطينا هاي الحقوق والبعض يقول ما يفيدكم الحق غير المصير والاقبح من هذا ما هم ردوا على هذا الرأي انت ماذا ترى نعم والأقبح من هذا يقول لك حتى الحكم الذاتي ما يفيدكم اخي قضية شعب جاي تمارس ضده تطهير عرقي بمعنى مفهوم الكلمة بمعنى من جميع الدول الاسلامية 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 الحالية يعني شعوب غير فارسية شيء ونحن نعتبر يجب ان تعرفوا هذه الشعوب في ايران منذ الف وتسعمية وخمسة وعشرين عندما جاء رضا الشاه واطاح بالحكومات المحلية لهذه الشعوب ومن ضمنها شعبنا العربي الاهوازي ما قبلت ترضخ تحت الامر الواقع وبدأت نضالاتها من تلك الحقبة ففي زمن الشاه اللي كانت ترضى علاقات استراتيجية مع القرب مع امريكا مع اسرائيل هذه الشعوب كانت تناظل وايضا استمر النضال الى يومنا هذا بسبب يعني الممارسات اللي جاي تقوم بيها جمهورية الاسلامية تحت قطاع الدين ضد هذه الشعوب واللي من المفترض ان تكون الها سهم ومشاركة في السلطة اسمح لي شوي بس اكمل هذا الموضوع انا ارجعي معك نص دقيقة اريد انعطيك النتيجة اعطيني النتيجة بنص دقيقة فهذا الواقع اللي موجود في دراسات مركز دراسات الشرق الاوسط يؤكد على انه جميع الدول العربية نظرتها تجاه ايران ايجابية ولا مستعدة انه ايران يصير بها اي زعزع هذا جانب الجانب الاخر هذا النظام الرسمي العربي الجانب الاخر موضوع الجماهير والحركات الشعبية والجماهيرية من احزاب تقدميين قوميين عرب ايضا انعقد مؤتمر في المنامة قبل اربع سنوات سئل احد الصحفيين رئيس المؤتمر القوم العربي سأل قال له اين القضية الاهوازية من مؤتمركم الموقر فاجابه انه هذا يصب في خدمة اسرائيل وامريكا والقرب وايران صديقة وحليفة ونحن معها في جبهة واحدة لمغارعة هذه ف ارجوك ارجوك بس انا اكمل انا اللي ارجوك انتهى الوقت راح اكمل ما نستطيع فهل نحن كاهوازيين نستسلم امام هذا الامر الواقع اذا انت تؤكد على مشروع التحرير نعم لا 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 اسمعلي لا 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 يا اخي انا لست تحريريا لست تحريريا انا لست تحريريا ولا اخوان مسلمين ولا اخوان مسلمين نعم انا عربي اهوازي مسلم ابن مسلم لكن رجل علماني واحترم طبعا عطيني الخلاصة لان الوقت انتهى ولا بد ان انهي دقيقة بس دقيقة اريد اكمل هذا الشيء نحن لا نستسلم وانما انا في حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي وامثل هذا الحزب في هذه الندوة نحن في 2005 شكلنا مع تنظيمات تابعة للشعوب غير الفارسية ائتلافا يتشكل من سبع تنظيمات وهذا الاتلاف الان وصل عدد 18 تنظيم يطالب بحل هذه المعضلة اللي نتحدث عنها وهي حلها في اطار ايران اي اقامة نظام فدرالي مستقبلي في ايران لحل هذه المشكلة لحل هذه المعضلة اللي ما مستعد الجمهورية الاسلامية ولا النخب الفارسية الشوفينية ان تتعاطى معها شكرا جزيلا شكرا انا اعتذر لم يتبقى وقت علينا ان ننهي اربع جلسات كاملة كل جلسة تقريبا خمسة وخمسين دقيقة نأمل ان نكون على الاقل قد فتحنا الباب للاهتمام بهذه القضية لدى المشاهد العربي القضية لن تحل اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولكن لعل هذا يكون بداية على الطريق نأمل ان يتمكن الاهوازيون فيما بينهم من ان يشكلوا رابطة من ان يشكلوا مؤتمر من ان يتفقوا على الطريق الى الامام وان يكتب الله سبحانه وتعالى العدل والمساواة للجميع شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة